نقاشا لذلك من رمالله ينضم إلينا الخبير في العلاقات الدولية سيد أشرف عكا سيد أشرف ألهم بك معنا مجددا وفي هذه الساعة على سكاين نيوز عربية ويبدو أن وطيرة هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية زادت بحسب المشاهدات صارت أكثر شراسة وتطرف ما مدى خطورة ذلك في ظل الانشغال الحالي بكل ما يحدث في قطاع غزة مساء الخير وتحياتي لك وإلى المشاهدين أهلا بك دوما أنا أعتقد أن ما يجري الآن في الضفة الغربية هي محاولة إسرائيلية لاستبزاز الضفة الغربية وما يجري من اشتياحات وقمع ومداهمات يومية وعملية التطهير العرقي الآن تبدأ في الضفة الغربية وما يجري في غزة ينعكس بالضرورة على أوضاع الضفة الغربية لأن المخطط الأساس لعمليات التهجير القصري ولعمليات إقصاء الناس وإبعادهم عن الأرض الفلسطينية هو مشروع سموترش بن غفير ومشروع الحكومة اليمينية المتطرفة أصلا برنامج هذه الحكومة بدأ في الضفة الغربية وهذا ما يجب أن نقوله ونوضحه لكل الجمهور الآن وفي ظل الظروف التي تجري في قطاع الغربية والمجتمعات الرعوية فرت وبعض القرى أخليت بالكامل أليس هذا يعاد عملية تهجير قصري كما كان يحذر الجميع من تداعيات ذلك؟ نعم في منطقة الأغوار والخان الأحمر ومسافر يطا والكثير من الكرة التي يجري فيها عمليات تهجير قصري عمليات مداهمة وتنكيل بالمواطنين هناك وهي منطقة سي التي يتم الصراع عليها وهي مساحة للتمدد الاستيطاني كما يفترض وبالتالي كان هناك مجموعة من القرارات والسياسات الإسرائيلية التي تشرعن كل عمليات التمدد والتوسع والضم وخطة سموتريش هي ضم الضفة الغربية بالتوسع على هذه الأراضي بما يجعل الوضع في الضفة الغربية غير قابل للحياة في ظل ما جرى بقطع غزة الآن لدينا حوالي 120 شهيد لعنما قصدته أكثر بهذه الإشارة أشرف العكة الجميع كان يقول عمليات التهجير قصرا للفلسطينيين بالضفة أو قطاع غزة ستكون بمثابة إعلان الحرب وأنها مرفوضة وندد بذلك الجميع هل كان المقصود فقط عدم دفعهم إلى مناطق حدودية معينة أم مبدأ التهجير نفسه؟ المسألة كمبدأ بدأت وبالتالي يسيرون بمجموعة من الخطوات أولا في مناطق سي الكرة المحاذية لبعض المستوطنات أو البؤر الإستيطانية ووجود بعض الكرة الزراعية الفلسطينية أو الرعوية نحاول تهجيرهم هذا كمخطط أول بهذه المسألة ولكن في ظل هذه الاعتداءات المتواصلة مثلا نحن الآن في موسم زيتون يعني حوالي 100 ألف أسرة فلسطينية يعني أمنها لغذائي مرتبط بهذا الموسم لا يستطيع المواطن الفلسطيني الذهاب إلى أرض لقطف زيتون بفعل هجمات المستوطنين مساء أمس في قرية الساوية وهي قرية تابعة لمحافظة نابلس قام المستوطنين بإطلاق النار على المواطن وأدى إلى استشهاده إذن الطرق الآن في الضفة الغربية معزولة تماما الوضع الاقتصادي سيء تم وضع سواتر ترابية وسواتر إسمنتية وبوابات على القرى وبالتالي بدأت عملية الحصار وتقطيع عوصال الضفة الغربية تمهيدا لعمليات مداهمة وإجرام كما جرى في حوارة وترمس عية خلال الأشهر الماضية نحن أمام هجمة شرسة برعاية وحماية الجيش المستوطنات الآن تم تسليحها بالكامل وهم عمليا جزء لا يتجزى من التشكيلات العسكرية الإسرائيلية وليس صحيحا أنهم خارج إطار التشكيلات العسكرية لا هم جزء لا يتجزى يقومون بمهمات موكلة لهم من طرف الجيش الإسرائيلي هذا ما يجب أن ندركه الآن الوضع في الضفة الغربية خطير جدا بفعل تلك الإجراءات الإسرائيلية والاجتياحات والمداهمات من الانشغال في غزة وبالتالي زيادة الهجمات على الفلسطينيين بالضفة ودفعهم إلى الخروج منها وتنفيذ ما كان يقال حتى قبل هذه الجولة بأنها عمليات توسع ستحدث في الضفة الغربية هو جزء من مخطط وكما قلت كان خلال الفترات الماضية ومجرد ضفة إلى مجموعة من المواجهات ولكن الآن بما يجري في غزة وانشغال العالم والإعلام فيما يجري بالقطاع من حرب إبادة وتهجير قصري للسكان الآن هو يقتنس الوضع في الضفة الغربية ويحاول تنفيذ هذه المخططات لأنه لو يخشى الوضع الأمني في الضفة الغربية لماذا يكون بعمليات الاجتياح واستفزاز الناس ويعلم أن الناس بحالة من التفاعل والانفعال على ما يجري في قطاع غزة وبالتالي هو يريد أن يهيئ الظرف لإجراءات أكثر قمعية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية واليوم يوجد أكثر من موقف مندد بما يحدث في الضفة الغربية من الرئيس الأمريكي جو بايدن من الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة البريطانية أبعد من ذلك إدارة بايدن قالت أن مسؤولية ما يحدث هناك تتحمله حكومة نتنياهو وحكومة نتنياهو فقط كيف يمكن ترجمة هذه المواقف في ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي مع استمرار كما ذكرت عمليات تسليح المستوطنين وتدريبهم على ما يقال أنها عمليات قتل وليس قتال يا سيدتي خلال الفترة الماضية ما جرى من ترمس عية وكان مجموعة من أهلنا هناك معهم حملة جنسية أمريكية ماذا قالوا لهم؟ لا نستطيع أن نفعل لكم شيء ولا يستطيعوا فعل شيء ولا يريدوا فعل شيء هذا يشكل من أشكال الدعاية الإعلامية والتوظيف السياسي لما يقول بايدن ولكن على الأرض وفي الواقع هناك هجمات واستمرار بالهجمات وتنظيم أكثر لهذه الهجمات وبرعاية الجيش هو من يخطط لهم وهو من يوجههم ويغطيهم دائما عندما يحدث ردة فعل فلسطينية دفاعا عن بيوتهم وعن أرضهم وعن سياراتهم وعن ممتلكاتهم هذا ما يجري بالضبط ومن رام الله الخبير في العلاقات الدولية سيد أشرف عكا هذا ما سمح به وقت النقاط شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات